اهلا بكوهند القحطاني تسير الجدل بتصريحتها مع عبد السلام اللافي ومع علاقة عبد الرحمن المطيري واسمول كاباتشينو حيث تداول العديد من الحسابات النشطة على منصة تطبيق انستجرام شرط فيديو قصير مكتزأ من احدى فقرات برنامج من مكسر الدنيا الذي يقدمه الاعلام عبد السلام اللافي على منصة سناب شات يوم نبي ننهي ونحسم الموضوع هل انت معجبة بالموز عبد الرحمن المطيري اقسم بالله كتكيت لا مهنة هذي خليها على الخاص احسن في رمضان في رمضان وظهر في مكتع الفيديو وهو يحاور الناشطة السعودية هند القحطاني في اتصال هاتفي حول حقيقة اعجابها بعبد الرحمن المطيري واسمول كاباتشينو وهو ما نفته جملة وتفصيلا قبل ان تتغزل به لتعرض عليه سيارة رولز رويز للسفر اليها والزواج منها وظهر الاعلام عبد السلام اللافي في الشرط المرء وهو يسأل هند القحطاني عن حقيقة اعجابها وعبد الرحمن المطيري لتجيبه بالقول لو عطوني وزني زهب لا اخسته واسمول كاباتشينو الفرار الفرار وابدت مشهورة سناب شات اعجابها بمقدم البرنامج عند سؤاله عن الشخصية المشهورة التي تعجبها ظلق قبل ان تعود للقحطاني وتعرض عليه السفر اليها مقابل سيارة رولز رويس وانطلقت عليه تعليقات المتابعين والتي انصبت بمعظمها في خانة الهجوم والنجد والاتهام بفبراكة الاتصال وتجميعه من تصريحات سابقة للناشطة السعودية الشهيرة في حين تجه البعض للتعبير عن صفاتهم واستياءهم من محاولة الاعلام عبد المحسن اللفي التسلق على شهرة واسم مواطنة حيث قال احد النشاطاء هند القحطاني مادة دسمة لكل من يرغب في الشهرة او اغز زنوب الغير والعالم كله عارف منه تركيب ويتمسخر وهو مجمع تسجيلاتها والتعليق اخر للعلم عبد المحسن مسوي البرنامج ينتقد المشاهير بحس فكاهي مو هي اللي دج عليه وواضح واضح الشمس انه تركيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة